اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الايام القريبة الماضية وهذه الايام التي نتحدث فيها هذا اليوم الذي نتحدث فيه وربما في الايام اللاحقة الحديث لا ينقطع عن موضوع التسر واسئلة الرياضيات للصف الثالث من توصف العراق يعني هذه القضية اخذت مساحة واسعة من اهتمام الناس ولهم الحق الناس في ان يعني تشغلهم هذه القضية لكن علينا ان نقول من البداية ان قضية تسرب اسئلة الامتحانات في العراق بعد 2003 لحد الان قضية طبيعية وليست مفاجئة وليست حالة غريبة في كل سنة يجري الحديث منذ عام 2003 لحد الانها العقدين العشرين سنة اللي مضت في كل سنة يجري الحديث عن تسرب اسئلة كثيرة سواء وخاصة في الامتحانات ما يسمى الامتحانات الوزارية سواء في السادس الابتدائي الان اللي ما عرف نظام ما صار او الثالث المتوسط او السادس الاعدادي يجري تسريب الاسئلة الحقيقة والكثير في بلد فيه فوضة في بلد فيه فساد فيه خراب الوضع طبيعي جدا وزارة التربية ليست الوزارة الوحيدة التي تلام في هذا الموضوع وهي ليست الوزارة الوحيدة الفاسدة في هذه المنظومة هي جزء من منظومة فاسدة جزء من انهيار كامل من كارثة كبيرة هي ليست لوحدها يعني لم تكن الوزارة يعني لا يمكن الحديث عن مؤسسة معينة بعينها ونقول انه هذه المؤسسة من دون كل المؤسسات هي في وضع سيء والباقي المؤسسات هي مؤسسات جيدة لا في العراق كل المؤسسات كلها في نفس المستوى من الخراب لان الفكرة الذي يحكمها الرؤية التي تحكمها الرجال الذي يحكمونها ليسوا رجال دولة وبالتالي الاطار الذي اسست عليه اطار باطل واطار من الفساد والمحاصصة لذلك اليوم لجنة النزاهة تقول تحدثت قبل يومين او ثلاثة تحدثت معرف يعني خلال هذه الازمة قالت انه من سرب الاسئلة هي احدى المديريات مديرية تربية الرصافة الثانية ربما تحدثوا هكذا يعني للمعلومات فقط هذه المديريات مديريات التربية حالحت كل المؤسسات في كل دوائر ومؤسسات الدولة في كل الوزارات هذه موزعة محاصصيا هذه المديرية سواء مديرية التربية مديرية التخطيط مديرية بوزارة الدفاع مديرية الداخلية معرفين بوزارة الزراعة بأي وزارة أي موزعة وفق نظام المحاصصة هذه الحزب الفلاني وهذه الجماعة الحكيم وهذه الجماعة بدر وهذه الجماعة المالكي وهذه الجماعة الصدرين هكذا موزعة وبالتالي كل هذه المديريات تأتي بأتباعها يفهم لا يفهم عند شهادة عند اختصاص ما عند اختصاص هذا ليس مهم لكن المهم أن يعمل في هذه المؤسسة وهذه تابعة لهم وكأنها يعني يمتلكونها وليست تابعة المؤسسة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة والدولة هي التي ترعاها لذلك هذه المحاصصة هي من جاءت بهذه ولذلك هذا الفساد والخراب الكل يوعد المسؤول الفلاني يريد أن يسرب وهذه مبالغ وراها وفساد وراها وفلوس وراها يعني إذا هم يقبلون نفسهم يجبون مخدرات إلى العراق ويجبون الأدوية المخشوشة ويتاجرون في أعضاء الناس ويتاجرون بالبشر وملايين من الأطفال في الشوارع عصابات طرعاهم بالسرقة والنهب والميليشيات يعني ليس من المستغرب إذا نتاجروا الأسئلة وتاجروا بكل هذا الموضوع يعني طوال هذه السنوات يتاجرون في طباعة الكتب والدفاتر المدرسية وكل المستزمات ولدينا كارثة كارثة كبيرة يعني هم نسوا أن البنك الدولي قبل أيام أصدر تقريره وهو يعني يتحدث عن مشروع بعشرة ملايين دولار سيقدمه للعراق وهذه يعني عن لمساعدة التعليم في العراق أو للنهوض بالتعليم في العراق قال إن نظام التعليم في العراق عاجز قال إن الفوضى والاضطرابات العامة الاضطراب العام الذي يعيشه العراق قد قادعي للنظام تعليمي عاجز يعني التصرب الأسئلة صورة من صور الكارثة الحقيقة ليست الصورة الوحيدة صورة من صور الكارثة الكارثة كبيرة اللي حلت بالتعليم العراقي وحلت بكل مؤسسة بالخدمات والمستشفيات تحدث عن المستشفيات تحدث عن الخدمات تحدث عن تعليم تحدث عن كل شيء فبالتالي تصل إلى النقل غير نقل الشوارع الأمن كل هذا فبالتالي أنت تصل إلى مصيبة نظام عاجز عن تقديم المهارات الأساسية للطلاب وتلمية المهارات هذا واقع العال وزعل وزارة التربية وطلع وزارة التربية قال ما لها علاقة مو من حق البنق الدولي طيب إذا مو من حق البنق الدولي رفضوا العشر ملايين لا تقبلوها وليه شو مو من حقه ما هو يقدم معونة باتجاه معين يجب أن يشرح لماذا يقدم هذه المعونة لأنه هناك خلل في التعليم وشنو هذا التخلل واحد اثنين اثلاثة هذا ما قاله فبالتالي هذا الموضوع يعيدنا إلى وضع يعني غريب عجيب الوزارة التربية اصدرت بيانة توعدت أنه من صرب الأسئلة سننال منه يعني هم نصرب هذه المنظومة الخريبة هي طبيعية أنت تتصرب من الأسئلة وطبيعية أن الطالب الذي يقرأ والذي أهل حريصين عليه هو الذي يدفع الثمن وسننال منه وبعدين وقفوا الامتحانات وقفوا كل الامتحانات لأنه لا الحقيقة لكل البداء يشكوا والطلاب يعني أي تربوي أي استاذ أي مدرس يحترم نفسه تلتقي يقول لك أن كل الطلاب المصيبة يتوقعون تسربوا الأسئلة بين لحظة أخرى الكل يقول لك فما عنده ثقة بالنظام التعليمي ما عنده ثقة بالنظام كقانون وقياسات وإطار يحكم بالعدل ويقدم الدرجات ويقدم الأسئلة بعدالة للطلب فبالتالي الكل لديهم شكوك في هذا النظام وينتظرون أن الأسئلة تتصرب وهي لم تتصرب هذه ليست أول مرة هذه في كل سنة تحدث وهذا نتحدث نحن عن امتحانات وزارية فما بالك بالامتحانات الأخرى بالجامعات كارثة كبيرة الحقيقة وهي جزء من الفوضى التي يعيشها في العراق وهذا هو جزء مما أرادته أمريكا أن يصل في العراق هذا جزء من مشروع الاحتلال هذه الصورة التي وصلنا إليها هي ما أرادت أمريكا أن يصل إليه العراق وما أرادتها الدول التي عاونت والتي تعترف بهذا النظام وتعترف بهذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لكي نصل إلى هذا المستوى أما دعكة من النظام سابق ونظام ملكي وجمهوري ودكتاع طعري دعنا من هذا الكلام لكن المهم الشعبي العراقي من يدفع الثمن؟ يدفعه أهل العراق في ظل غياب الخدمات في التصحر في ظل غياب الماء الكهرباء الخدمات التعليم المستشفيات ما الذي يوجد عليه؟ يعني لماذا أهل العراق يعني يؤخذ منهم كل شيء؟ لماذا يسحب البساط من تحت أقدامهم؟ أغنى دولة في الدنيا يقفون على أغنى أرض في العالم وهم الفقراء لا ينالون شيء ليس لديهم شيء وهم حقهم وهم أول من بنى الحضارة هم أول من أسس الحضارة أول من علم الإنسان الكتابة أول من بنى المدن أول من شرع القوانين أول من حفر وعمل الري في العالم لكن الآن البلد في عرش في جفاف في عواصف ترابية البلد وحكومات طاردة لشعبها تطرد الشعب بكل قوة هذه كارثة كبيرة تتكرر وبالتالي الكارثة الفيوزر تتربية كارثة تسرب الأسئلة ليست إلا صورة من صور الكارثة الكبيرة وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة